رحب بحضراتكم مرة تانية دايماً كالعادة نبدأ معكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت لكن بالعادة من بنقدم لحضراتكم أهم الأخبار حدثت بالأمس لكن هنبدأ مع حضراتكم فيه خبر رهام جداً وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حيث التقى مع شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الزعيمين أشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مواصلة التنصيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية